أطولي أحبك حب الترام وعشقا جرا في نمال الشباب لا عليك حتى سهل مجد فيك ولا حروا عليك طرف السحاب موسيقى الآن اتحدثنا عن two methods بالنسبة للestructures وأول مثل تحدثنا عنه هو method of joints وأعتقد أسهبنا وعطينا وقت كفاية وزيادة كمان على method of joints لأن method of joints بجوز من the two methods اللي راح نتطرق لهن هو الأسهل حقيقة هو الأسهل لكن المشكلة فيه هو الأطول فعملية الحل هو الأطول بأخذ منك وقت وأنت بحاجة للوقت يعني بعض الأسئلة أو بعض الأمثلة فيه احتمال تأخذ منك 30 دقيقة في عملية الحل وأي خطأ بسيط فيها مشكلة يعني بدك تتعيد وترجع وتبدأ من الجوينت الأولى إلى آخره من أمور الآن ننقد مثال أو مثالين على method of joints قبل ما ننتقل لل second method اللي هو method of sections اللي هو أسهل لكن كثير من التجربة كثير من الطلاب بفضلهوش بعرفش ليش مع أنه هو الأسهل المثال اللي موجود أمامي هنا على البورد المطلوب منه بهذا المثال على استخدام the method of joints الآن هنا تحددت إلنا هنا مجبورين إحنا نستخدم the method of joints we have no other options إلا the method of joints we need to determine the force in each member of the truss الآن الكوششن what type of force are we dealing with شو طبيعة الفرس اللي احنا نبحث عنها هنا طبعا تحدثنا عن two forces external external internal الآن لما أتحدث هنا determine the forces in each member معناته أنا ببحث على internal forces في كل member right internal forces باستخدام method of joints وزي ما إحنا ملاحظين طبعا أنا متأسف نزلتها متأخر هذه بسبب انقطاع النت حقيقة والفيسبوك طوّلت هيفتحه وينازل مشكلة كانت فالمهم منها واصلة على النت على صفحتكم اوكي عنا هذه الترس المكونة من واحد اثنين ثلاثة اربعة five joints خمسة جوانس right والمطلوب إيجاد الفرس في كل member باستخدام method of joints على اعتبارات عندي two external forces الفرس number one هي two thousand pounds والفرس رقم اثنين هي one thousand pounds الفين والف هذول على اعتبارات external إحداها واقعة على A والاخرى واقعة على joint B طبعا ومعطى معنا الابعاد six twelve six طبعا من هذول الابعاد مع الارتفاع طبعا ثمانية فيد من هذول الابعاد بقدر اوجد الزوايا مزبوط سهولي right يعني بقدر احدد كدش كمية هذه الزاوية او هذه الزاوية اذا بدي اياها ايضا طريقة اخرى بقدر احددها عن طريقة تشابه المثلثات اوكي اذا الاستب الاولى في هذه الحالة هو الفري بودي دياغرام مشان اوجد الرياكشن ناو عندي انا two supports واذا ملاحظين السابرس اللي موجودة عند احدها عند C والاخرى عند E وايضا الملاحظ اللي عند C هون على ثابت نوعا ما وهون على pen support نبدأ في ايجاد الرياكشن اوكي اذا ملاحظ عن C عندي two reactions ممكنات احدها باتجاه X والاخرى باتجاه Y لانه ممنوع الحركة لا على X ولا على Y لكن هون هي كانت roller ولا fixed اقل انا متأسف هنا roller الدول هذول الصغار roller فالحركة باتجاه X مسموح بها لكن ممنوع الحركة باتجاه Y فبالحالي عندي فقط reaction واحد بهذا الاتجاه اذا انا مطلوب مني ايجاد الآن three unknowns والمعنى او اللي موجود معنا معادلتين او حقيقة ثلاثة برضو عندي summation of moments ايضا بقدر استخدمها اذا بدي اوكي اذا نقمنا في عملية رسم free body diagram هذا اللي موجود عندي هنا we need to solve the equations the following equations now summation of forces باتجاه X بهذه الحالي مش موجود معي غير CX فش غيرها رايت؟ هذا المجموع كله لازم يساوي صفر ففي النهاية CX هذه ملغية قيمتها صفر الان اذا عملنا المعادلة الثانية summation of forces باتجاه Y بتساوي صفر بنقدر نستخرج منها قيمة CY في عندي اشي اخر مجهول اه عندي عندي الاي ايضا مجهولة في اتجاه Y اذا عندي الان هنا مجهولين المجهولين الان بشان اوجد واحد من المجهولين هذولا بغيت انا استخدم المومنت انا في هالحالي هذي summation of moments على point معينة فلو اتطرقنا على point C على سبيل المثال واخذنا المومنت مجموع المومنت على point C على نقطة C لازم تساوي صفر الان جميع الفورصة اللي موجودة بتعمل moment على C مع E نفسها بتعمل moment على C لانه في بينها مسافة عمودية بقيمة 6 طبعا ومنها منستنتج قيمة CY بترك هذا الامر لكم لانه اعتدنا عليه كثير منها بستنتج قيمة CY بتساوي سالب 7000 اللي هي نفسها 7000 compression اوكي اذا اوجدنا الرياكشنز الان نمشي في موضوع الجوينت بحيث نبلش ناخد جوينت جوينت واحدة واحدة اوكي نبدأ في A على اعتبار انه A فيها مجهولين اثنين فقط لا غير مزبوط اذا بترجع الى الترس اللي هون عنا هيا هاذا نقطة A الان عند نقطة A لما عملت عملية القطع هون وعملية القطع هون بظهر عندي بس 3 forces الفورس الاساسي الاكستيرنال وبظهر عندي 2 internal forces اوكي الان 2 internal forces اللي ظهرن عنا احدها بهذا الاتجاه اللي هي عبارة عن الفورس بين A بين A وبين نقطة B اللي شلناها من الموضوع مؤقتا وبين نقطة A ونقطة D صحيح وخلينا نقول من الابعاد قدرنا نحدث الزاوية على شكل مثلث بحيث انه الاسلاب طبع المثلث ثلاثة أربعة خمسة منهم نقدر نوجد الزاوية بدي اوجد والاية بحيث انه الاسلاب في كل ممبر في استخدام باستخدام المثل تبقى كمان فرقة اوه لا هذا هو الفرقة فقط لغاية فا نستطيع نمشي في الموضوع قبل ان نوجد الرياكشن حسنا فجوانت A ببساطة نفس الشيء بدي اخذ باتجاه الواي باتجاه الواي باتجاه الاكس الانسوميشن الفورس باتجاه الواي راح تعطيني قيمي لهون طبعا أي زاوية بدك إياها أنت في الحالي إليك الخيارات إليك الخيارات لأنه بقدر أحدد أن هذا الزاوية قديش قيمتها ثيتا أو بحدد هذا الزاوية مع الواي قديش قيمتها اللي بدك إياها في النهاية ما بتأخذها على الكوسي أنا بتأخذها على الصي دكتور الانترنا الفورس بتحكم فيهم بالاتجاه إذا كان عندي قوة خارجية ولا أنا دايما بفرضهم إنهم طابعيني من الجون أوكي الآن الانترنا الفورس هي الفورس اللي موجودة بين الpoint والpoint بين الجونت والجونت نفرضها بهذا الاتجاه نرجع للفرضية الأولى حتى تصبح زي التنشن احنا منفرضها تنشن بالضبط الفرضية الأولى مناش نكون هي الفرضية الصحيحة لكن الفرضية السهلة مشانا أتعامل مع أرقام موجبي في النهاية يصبح اتجاهها معكوس صحيح فالإشارة هنا تعني اتجاه الآن صحيح كلامك طبعا زي ما قلنا لك الخيار انك تحدد الثيتا مع الاف اي بي او تحدد الثيتا مع الواي داركشن مع ال اكس داركشن او الواي داركشن في النهاية نفس الشيء سواء اخذنا الكوساين او الساين نفس الشيء اذا صاميشن الفورس باتجاه الواي هي عبارة عن سالب الاف اي دي لانها في السالب الآن لان انا حددت ال اكس والواي بهذا الاتجاه هذا الاكس والواي هذا هو الموجب اذا هذه الفورس السالبة في اربعة على خمسة اي زاوية اخذت هون اذا مش هذه اللي هون مش هذه نفس اللي هون بالواي بالضبط فهي سالب اربعة على خمسة بالفورس ناقص ايش عندي ناقص الالفين باوند ثنتين في السالب نازلات لتحد الالفين باوند المعطاء بالسؤال الاساسا اللي هي الاكسترنال فورس الاساسية ومنها منستنتج قيمة الاف او الفورس في اي دي اللي هي بتساوي الفين وخمسمائة باوند ما لها اذا ملاحظين هون حطين احنا كومبراشن فالجواب لازم يطلع معك سالب الفين وخمسمائة باوند كومبراشن اذا منرجع لسؤالك معناته فرضيتنا خاطئة فرضيتنا خاطئة اذا نازم تتكون للاعلى تفضلي اذا بدأ اكمل حل الجوينت التانية باعتبر رسمة الكومبراشن باعتبر اتجاه السهم الصحيح بنعتمد القيمة هذه وبغير يعني الموجب فقط لغير على الان اخلينا نأخذها لو جاءنا للسؤال هون هون جاء للسؤال هذا هو هذا الفورس اللي احنا اوجدناها هون مزبوط الفورس اللي اوجدناها هون هي قيمتها 2500 مزبوط كومبراشن الان الفورس اللي هون مالها بهذا الاتجاه فالان لو بدي احلل عند نقطة D كيف راح اخذ الفورس FDA جاهزة مية مزبوط لانه لما اقطعها من هون راح تظهر عندي فورس هون صغيري هي نفس القيمة واتجاه هنبين بهذاك الاتجاه فاستخرجنا قيمة FAD نعمل same thing بالنسبة لX ورح ينلاحظ من X طبعا FAD موجودة معي اصبحت لانه باتجاه X راح يكون عندي FAD في سين الزاوية مزبوط بالاضافة لمن للFAB زي ما احنا حطينا هون وفي النهاية راح تعطيني قيمة FAB 1500 موجب تمام وبقية الجوينت راح تكون النفس الشيء فلو انتقلنا لجوينت D D هيها موجودة هون هذه D D أوجدنا فيها قيمة جاهزة اللي هي الفورس من A إلى D هذه جاهزة فالآن لو بدي اخذ الجوينت D على الجوينت D في عندي الفورس هذه 2500 مزبوط عندي الفورس FDB وعندي الفورس FDE نفس الشيء راح نعمل المسألة الكلياتها ساميشن الفورس باتجاه الواي ساميشن الفورس باتجاه الاكس الآن حطنا نلاحظ هون شايف شو صار عندي هون سالب 2500 رايت لو رجعنا هون لا هذه خليها بيمش لو رجعنا هون الآن في التحليل هون لو أخذت هذه الفورس لحالها هينهيك مزبوط هذه البوينت دي لحالها رايت لكن اللي صار هون معلش أنا اعتبرنا هذي 2500 قبل تحليل وجدناها 2500 كومبراشن رايت فالفورس كومبراشن اللي موجودة الآن كومبراشن على مين على ايه على دي وحقيقة الامر لازم تكون كومبراشن على مين الفورس اللي وجدناها هون سالب 2500 كومبراشن في حالة تحليل الوينت او الجوينت اي رايت نظبوط كمعنى كومبراشن معنى هذا الاتجاه تضغط على هذا الفورس رايت الآن هذا المنبر أيضا مربوط مع مين مع الدي الفورس اللي موجودة في هذا المنبر الكلية كومبراشن ولا تنشن كومبراشن راي فإحنا لما حللناه هون إذا ملاحظين لهذا السهم هي كومبراشن بهذا الاتجاه وبنفس الوقت هي كومبراشن على مين على اي هي تنشن من عندي بهذا السهم هذا السهم هي تنشن من عندي وكومبراشن على اي لكن بسبب ان الفورس الآن موجودة في المنبر كل ياته هي كومبراشن في المنبر كل ياته هي compression فالفرس اللي موجودة هنا بتضغط على 2 نفرض ان هاي هي النقطة اللي بصير انه هذا الفرس في force compression فهو بضغط على point A وبضغط على point D يعني في عنده ردات فعل من الداخل من هذا النقطة من هذا النقطة في عنده ردة فعل بهذا الاتجاه ومن هذا النقطة في عنده ردة فعل بهذا الاتجاه واضحة فعندي على 2 compression او ببساطة بناشى نعقد الامور بهذا الشكل ببساطة الفرس اللي موجودة بهذا المنبر compression خلص اذا بنجيها ببساطة يعني بس بناشى الفكرة هي تخربطك شوي بس الان اخذها بسهولة ببساطة ببساطتها بهذا الشكل هذا الفرس اللي موجودة في ايدي compression اتجاه فلا بس تخدم السالب في هذه الحالي حتى احدد انها compression من حساباتي او بحددها بالسي بالاتجاه تمام اوكي طبعا اتقلنا لبي الان نفس الشيء وراح تطلع القيم المفقودة كلها عن طريق اتجاهات summation of forces باتجاه x و summation of forces باتجاه y لكن الخطوات اللي ماشين فيها ملاحظين انها طويلة نوعا ما ماشي اتقلنا لسه معي مجال استخدم الايكواجين الثانية او الثالثة عفوا اللي هي summation of moments على point معينة بتساوي صفر من هنا اجا موضوع المثد الجديد المتعامل فيه الان او المثد رقم اثنين اللي هو method of sections ولما نتحدث عن method of sections او نتحدث عن قضية sections هذه هي عملية قطع وفصل تام الان احنا منقطع جسم في حالة equilibrium مع الاسمشن انه بعد عملية القطع ايضا القطع طيلا راح تظلن مالهن في حالة equilibrium في حالة الثبات لانه اذا طلعن عن قضية الاكوليبريا معادل الثلاث معادلات اللي موجودة معي ما بنقدر نطبقنا على الحالة هذه لانه صار عندي حركة صار عندي acceleration اوكي الان اذا في هالحالة بنقدر حطينا النوت الصغيري هنا method of joint is most effective most effective فعال if the forces in all the members اذا طلب منك ايجاد الفورس في كل الممبرز بس مركش الى method joints لكن اذا طلب منك ايجاد الفورس في few members الممبر واحد او اثنين او ثلاثي افضل وسيلة تستخدمها هو method of sections هذا لا يعني انك ما بتقدر تستخدم الماثد of joint بتقدر تستخدموه بس كداش راح ياخد معك وقت تتوصل يعني لما يكون عندي انا اترص بهذا الشكل على سبيل المثال وعندي هون support مثلا وعندي واحد اثنين ثلاثي اربعة خمسي ستة ثمانية تسعة عشرة داشت تناشت ثلاثتاش ومش بس هيك في عنا ايضا داعمات عنا واحد اثنين ثلاثي اربعة خمسي ستة سبعة عنا ايضا داعمات لنفرض ان هذا هو اللي موجود معنا هذه واحد اثنين ثلاثي اربعة خمسي ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة داشت تناشت ثلاثتاش اربعتاشة joint والمطلوب منك انت توجد لنا الفورس في هذا المنبر بس بديه من هون لهون في هذا المنبر شو بتعتقد اعتقد انه مصيب الان هنا كارثي نوعا ما كارثي مش من معنى كلمة كارثي لكن راح قديش راح تاخد معك وقت تمشي في joint واحد اثنين ثلاثي اربعة وراح تضطر تمشي بهذا الجونت وهذا الجونت وهذا الجونت وهذا الجونت وهذا الجونت حتى تتأكد انه حلك صحيح نزبوط اوكي لهذا السبب منختصر الموضوع في method of sections بحيث انه method of sections بعطيني فرصة ذهبية ان اعمل عملية قطع ما اسمها sections section عملية قطع اقطع هون بتجيني فرصة ان اقطعها مدام انا ببحث عن الفرص في هذا الممبر واللي موجود معي كم معادلي ثلاث معادلات اذا لن اتعدى في عملية القطع الثري ميمبرز لازم اقطع فقط اقصى رقم بقدر اقطعه هو ثري ميمبرز فبامكاني اقطع واحد واثنين وثلاثي اقطع هذولا على سبيل المثل خليني بس امد هذا شوي لانه بدنا اياه ايه ما له طيب تمام اوكي اذا في هالحالي كل شيء عندي انفصل انا هذا كله راح هذا كله راح في مخيلتي مش على عرض الواقع فحقيقة بدا تظلها في بالك بتظل في بالك انه في عندي اشي هنا وفي عندي جوينت هنا مخفية نظبوط وفي عندي كمان اشي هنا مربوط في جوينت وفي عندي كمان اشي هنا مربوط في جوينت هاذا الحكي لك قدام شوي بيفيدنا يعني اثناء عملية الحلول واستخدام الماثدف ساكشنز وعندي ثلاث معادلات بقدر استخدم هاذي الجوينت الوهمية في عملية الحل بتعطيني الحل مباشرة من جوينت واحد طبعا باستخدام الماثدف ساكشنز مش استخدام الماثدف جوينت بتعلم عليه كيف بس اللي بهمنا الان انه عملية القطع هذه اتم فقط بثري ميمبرز فقط لا غير اذا كان من الصعب علينا انه فعلا نكون بعملية القطع على ثري ميمبرز يعني مستحيل نقص ثري ميمبرز اقل شيء بنقدر نقص هو فور ميمبرز فالحالة صار عندنا خطوطين رح نستخدمهم بالضبط ما فيش عندنا معادلة رابعة لكن من قص مرتين المرة الاولى من قصها حتى نوجد الممبر رقم اربعة والمرة الثانية برد بقص المرة الثانية رح نشوف مثال عليها المرة الثانية بقص المرة الثانية فعلا اعتبارات انه الممبر رقم اربعة موجود اصبح موجود معي يعني بقصها مرتين طيب خلينا ناخذ شوية رقم واحد هذي بجوز مفتاح الجملي كلياتها a maximum of three members هذا اللي بهمنا لما نعمل عملية الباس للسكشن بحيث انه واحد منهن هو المطلوب او اثنين المطلوبات بصرف النظر قدش مطلوب لكن في النهاية maximum three members rule number two at one part of the trust take moments about the point where the two members intersects and solve for the forces using summation of moments equals point او equal zero اعتقد هذي تحدثنا عنها انه في حالة ايجاد او اذا انطرينا نستخدم summation of moments equal zero استخدم هذي المعادلة عند النقطة اللي عليها اكثر اشي forces في الماثد of joints كنا نقول ابدأ بالجوينت اللي عليها اقل شيء forces هون لما نأخذ summation of moments دور على الpoint او الجوينت اللي عليها forces غير معرفات كثيرة ليش لانه كلهم بعمل المومنت تساوي zero او صفر على هذيك النقطة فانا حقيقة كاعد بستثنيهم من عمليات الحال اللي بتسهل علي والثانيات طبعا the rest of the unknowns عن طريق المعادلة summation of forces باتجاه ال-x summation of forces باتجاه ال-y اللي بصير احيانا يترك اليك الخيار في استخدام اما الماثد of joints او الماثد of sections يترك اليك اثنين راح اتعطنك جواب طبعا جواب صحيح اذا حلت صحيح والثانين راح اتعطنك نفس القيم لكن مين بتسهل عليك ومين بتخليك توخذ او consume more time بجوز اكثر شيء بوضحها عنا مثال فif we interested in the force of member c-e الان انا بدور على force بس في c-e ما بديش force ثاني لان لو طلعنا على المثال المعنى اللي هو نفسه الاولاني بس بزيادة force عندي براحض انه c-e c-e مضبوط هذا هو النقطة c-e هنا بدور على force انا قاعد على force في c-e على force في c-e اذا انا مضطر ان اقطع section الان السؤال بجوز قد يرد عند بعض الطلاب ليش ما اقطع section هذا الحاله من هنا بس لحاله تزبط ليش طب ليش لازم ثلاثة لازم نفسه نعم مش بحاجة لثلاثة شرايكم رواء رواء في قوة بتأثر على الجوينت التاني والنفاصل التاني يبطلوا مربوطين البعض ممتاز ممتاز اقطعها بصورة ثانية يقلناها في بداية المحاضرات بداية المحاضرة هذي مش بس هيك اللي بده اضمن انا بعملية الفصل ان الجزئين يظلن في حالة اكوليبريم اكوليبريم الان لو قطعت بس هذا الجزء هنا بتعتقد راح يظل في حالة اكوليبريم ما اعتقدش ان راح يظل في حالة اكوليبريم فحتى اعمله حالة اكوليبريم انا مضطر ان اقطع الثلاثة هذولا من هون حتى افصلهم فصلتان خلص اصبت ليش لانه فعلا في هالحالة ثلاث معادلات راح يعطيني حالة الاكوليبريم لازم يعطيني حالة الاكوليبريم اكي فاللي صار انه قطعناها بهذا الاتجاه هذا السكشن اللي سميناه اي اي على سبيل المثل او واحد واحد زي ما بدك تسمي يسميه اكي بظهر عنا جزئين برجعلك على اي جزء تشتغل اثنين راح تعطينك ايضا نفس الجواب راح تتبع نفس الطريقة فاحنا اخذنا الجزء الشمال الان طبعا اخذت الجزء الشمال ليش شو الغيت لما اخذت الجزء الشمال انا غير هيك الرياكشن لاحظوا اني لو بدي اضطر اتعامل مع الجزء اليمين مضطر اني اوجد الرياكشن عند جي وعند اي مظبوط الان انا مشان اوفره على حالي خطوة مشان اوفره على حالي خطوة اخذت الجزء الشمال ولا راكشن فيه مطلوب منه جاهز بس طبق القانون مباشرة مظبوط ولاحظوا ايضا اثناء عملية القطع بتظل عندي هنا فورس واحدة مع هالرياكشن لكن الشمال ما له عندي 2 فورس بدون راكشن فهذه عوضت عن هذه اذا من اخذها بالطريقة هذه فهذه 2 فورس خلين الجسم زي حالة وان فورس و2 راكشن بضبوط بصير او لا بصير اش لان الرياكشن عبارة عن ايه ما هو ناتج عن القوة هذه اوكي فا اذا في طريقتك للحل انت ايه لك الان متحدث حاول انك تختصر الرياكشن اذا ما في داعي ان اوجدهن ليش اغلب حالة فيه اوكي فا احنا هون اختصرنا الرياكشن الان ظهرت عندها وعملنا اكسبوز الانتيرنال فورسز بي 1 و بي 2 موجودات في السؤال اساسا موجودات في السؤال اساسا الاجداد الي ظهرت عندي الفورس في بي دي هاذي الفورس изيههن والفورس في بي ايهن الفورس في بي سي افوا لا اصف هذي أي كيف موظت في سي ايهن و هاي هين ال3 موجودات عندي هون و هذوله الثنتين زي ما قلنا خليها متخيلي لسا في بالاك انهم ايضا مربوطات في جواينت كانوا مربوطات في جواينت قبل القطع هون اسمها ايهن و هاذا لو مديتوا على امتداده ايضا في عندي جوينت ايضا هنا كمان. اسمها دي تمام. اوكي. الان عندي ثلاث معادلات. سميشين اف فورسي اس ايكس ايكوال زيرو. سميشين اف فورسي اس ايكوال زيرو بالاضافة لساميشن اف مومنس ايكوال زيرو. مين بتفضل تبدأ فيها? مين بتفضل تبدأ فيها? الان لو ما شايت بالSummation of forces of X لا بصفي عندي 2 unknowns 3 unknowns لانه لازم اوجد انا الزاوية اللي هو انا قبل كل شي مشان احللها اذا فالحالة لو بدي امشي بالSummation of forces باتجاه X رح يظهر عندي F FBE بالاضافة لFBD بالاضافة لهذه الفرس اللي هنا 3 unknowns باتجاه X الان اذا هذا بحلل ليش مشكلة بداية الوحيد اللي بحلل ليش مشكلة بداية الوحيد اللي بحلل لك مشكلة في البداية هو Summation of moments لكن وانا ناخذ Summation of moments عند B والسبب في ذلك انه في عندي عند B ثلاث قوة عن طريق Summation of moments بقدر اعمل الثلاث قوة هذي drop ومنها بوجد قيمة FCE بسهولة الحالة بعد ما اوجد قيمة من السهل ان اطبق Summation of forces باتجاه X ببك عندي مجهولين ضيلات مزبوط فمعادلتين المعادلة الاولى Summation of forces باتجاه X والمعادلة الثانية Summation of forces باتجاه Y تمام اتبقى 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 بالسؤال طالب بس الفورس ده FCE يعني المومد اتبقى اتبقى يعني طلنا قيمة FCE من المومد في السؤال طالب في السؤال طالب مزبوط مقدر نوجدها عن طريق المومد اتبقى اه بالضبط انا متأسب في حالة هذا السؤال فعلا انا بدي بس لكن لو بدي اوجد الفورس الثانية بدي اتطرر استخدم بعضها Summation of forces باتجاه Y اتبقى باتجاه Y صحيح؟ ها ممبر كله مش جاي لا هنا طالبين بس في CE في هذا السؤال طالبين بس في CE في هالحالة حتى اوجد الفورس أو الانترنال فورس في CE فعلا بقدر اخذ المومد بس عندي هذا النقطة Summation of moments عند B بعطيني قيمة CE فقط لغير لكن تخيل لو بدنا نحل هذا على المثل يعني بديش اقول راح يقعد معنا سعب بهاي الحالي لانه مثالنا صغير هون لكن بدنا نضطر اول شيء شو نعمل ده اوجد الرياكشن ده اوجد الرياكشن رقم اثنين هذي الجوينت الاولى بعدها بالدنت كله بي اعتقد لعن بي بجوزة تحللنا مشكلة او اضطر اني اوخذ هذا النقطة كمان فيها الرياكشن بجوزة لزمني فيها فانا بتحدث عن تقريبا من ثلاث لاربع خطوات هون مقابل خطوة واحدة اخذناه هون اوكي طبعا فعلا في هذا السؤال احنا طلبنا بس سي ايه لكن اذا طلب مننا عنصرين كمان من السهل ان اوجدها اذا كانت امكانية القطع موجودة اوكي 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 جي ايه جي ايه حقا فملاحظين انه اف اتش هنا وملاحظين جي اتش جي جي اتش هنا حقا وملاحظين اف اتش اوجدناها جي اتش جي ايه فجي ايه هنا اعتقد بيينت اللي هي على شكل حرف الز تقريبا الآن اعتقد بيينتو ان عملية القطع راح تصير حقا فاللي بقدر اسوي ان انا اقطعها بهذا الشكل هيا ثري ممبرز الآن عملنا ثري ممبرز طبعا وعندنا سكس بانيلز على اعتبار واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة كل واحد خمسة متر فالطول الكل ثلاثين متر بلزمني هنا في هذا المثال الآن بلزمني ايجاد شو رأيكم هون بلزمني ايجاد الرياكشن before I proceed ليش هون بلزمني الرياكشن بواحد من هن مضبوطة رؤاها بواحد من هن بس صح لان بعد عملية القسم لما راح استخدم الجزء الايمان او الجزء الايصار حسب الجزء راح تستخدم وبده توجد الرياكشن فيه الان لو اطلعت هاد الرياكشن عندي اكس وواي عندي اكس وعننا واي على هذا فش عندي الايش اللي بدك ايها استخدمه أي جزء بدك ايها استخدمه فإذا انت مش متأكد انك بلزمك رأكشن او بلزمكش رأكشن انا اعتقد انهيها وجد الرياكشن احتياطا وجد you never know بجوز تحتياطا اذا الحل الاول اوجدنا الرياكشن R A X هذه قيمتها الصفر في الشيء ولا شيء على اكس واوجدنا المعادلة الثانية من Y بحيث ان المطلوب الان قيمة L هذا الرياكشن وقيمة A Y مضبوط اذا عندي مجهولين بهذه المعادلة بدي كمان معادلة ثانية شو بتعتقد المعادلة الثانية اللي راح تحلل للمشكلة اللي هي المومنت الان عندك اختيار لا بتاخذ المومنت عند L او بتاخذ المومنت عند A اذا اخذت المومنت عند A نوجد قيمة L اذا اخذنا المومنت عند L نوجد قيمة A Y فهونا بتصفي اي جزء انت بدك تستخدمه في النهاية اخذنا المومنت عند A اوجدنا قيمة A Y 12.5 كيلو نيوتن اذا الان اصبح معي هذه القيمة موجودة هذه القيمة موجودة هذه بقية مجهولة تلزمني الان اعطى غنب تلزمنيش عرفنا وان رايحين خلص ال L او عفوا اخذنا المومنت عندها مزبوط اوجدنا ال L و اوجدنا ال R اوكي اذا الان انا الخيار اذا عملية القص هنا راح تصير انا الخيار اما نستخدم الرياكشنز L او انا نستخدم الرياكشن A اوكي اا الان خلانا نشوف G I طبعا اوجدنا الزوايا في هالحالي الابعاد موجودة معنا في المثال عنا الارتفاع ثمنية عنا كل بانيل هذي بتساوي خمسة فمنها بتوجد طريقة بتوجد الزوايا اللي بعملين هين مع ال Y او مع ال X تهمنا هذه الزوايا احنا اكثر ايشي بجوزها هذه الزوايا لانه عملية القطع هنا قاعدة بتصير فاكثر شيء بهمنا هذه الزوايا اللي موجودة عندي هنا اوكي ومنها اوجدنا قيمة ألفا بتساوي ثمانية وعشرين اعتقد الكل بعرف وجدت قيمة ألفا عن طريق التانجنت او عن طريق تشابه المثلثات هنا نقدر نوجدها مشان توجد البعد اخذنا الجزء الأيمن بعد عملية القطع اخذنا الجزء الأيمن الموجودة عنا بهذه القيمة 750 عنا الفورس هون جي اي المفقودة عنا جي ايش عنا اف ايش وعنا 5.33 ميتر الارتفاع الكل طبعا اوكي اذا في هالحالي الصميشنة اف مومنت على ايش this is ايش اكثر نقطة عليها فورس اذا اخذنا الصميشنة of moments بوجد ان هذه الفورس right fg ومنها قيمة fg 13.13 كيلو نيوتون في حالة التنشن الان using the line of action of the forces and take the moment about g it will remove نخذ الفورس عن g هون بتيجي قضية انك ظلك تذكر ان هذه مقطوعة من ترس حقيقية يعني تخيلية الان هذه مربوطة عند نقطة g هاذا انقطعت وشلناها نقطة g هاذا اللي موجودة عندي هون هاذا الفورس موجودي او هاذا الجوينت موجودي الان لو اخذت المومنت عند هاذا النقطة عن g هون هون اندخلات في النقطة ما بعمل المومنت شو بظل عندي بظل عندي FH هاي الوحيدة بتعمل فورس حتى هاذا اللي فوقها بتعمل شفورس بها الطريقة انا استخدمت اذا استخدمناها مرتين هنا ومنها منستخرج قيمة الاف اتش 13.82 كيلو نيوتون هاذا على اعتبار اخذت عند هاذا النقطة طبعا بامكانك برضو تحلها بطريقة ثانية بامكانك تنسى هاذا النقطة تأخذ عليها المومنت بامكانك ترجع للمعادلات الاساسية بعد ما اوجدنا هاذي الفورس نمشي في موضوع باتجاه الـ واتجاه الـ برضو راح تعطيك جواب في النهاية بس هون اللي استخدمناها هاذا التكنيك او هاذا الطريقة حتى نشوف شو بنقدر نستفيد من النقطة اللي موجودة عندي هنا اكي فعن طريق النقطة التخيلية هذي اللي حقيقة موجودة لكن بعد عملت القطع راحت فرجانها على شكل تخيلي من الممكن ايضا ان استخدمها عندي هاذا النقطة هي نقطة تقاطع الفورس الـ 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 طيب طيب صح شو ظل عندي جي اتش مزبوط بقدر استخدم فيها باتجاه الاكس واوجدها بعتقد ان بقدر اذا حددت الزاوية اذا قدرت استخرج هذه الزاوية هون بقدر احدد قيمة الف جي اتش عن طريق صاميشن الفورس باتجاه الاكس لانه هذه القيمة معطاة اصبحت عرفناها وهذه القيمة اللي هون ايضا عرفناها بظل معي بسمة جهول واحد مزبوط ولو استخدمت الصاميشن الفورس باتجاه الواي ايضا بظل عنا بسمة جهول واحد لهو الجي اتش رايت فهونا ردين عدنا الكرة مرة ثانية واستخدمنا صاميشن الفورس باتجاه الال حتى اوجد انا قيمة اخر مجهول معي بالسؤال اللي هو الاف جي اتش الو في النهاية يقيم 1.372 كيلو نيوتر اذا في المثل الفسكشن المثل الفسكشن المثل الفسكشن بسبب وجود ثري اكواجين هل لك اتذكرها او المومن انا بحاجة الى ثري ممبرز ماكسيمم عملية القطع الثري اكواجين هذولا انا مش شرط استخدمهم كلياتهم بامكان استخدم معادلة واحدة زي المثال السابق اللي هو عبارة عن باتجاه معين او على نقطة معينة استخرجت جميع القيم الممكن او المطلوب ايجادها بامكان استخدم المعادلات الثلاثة برضو ما في عندي اشكالية لكن حقيقة اذا انت كان عندك القدرة تحدد النقاط القضية هنا من كثر الامثلة بجوز هي لتعودك على هذا الموضوع من كثر ما عندي نقاط وعندي فورس اذا بقدر احدد النقاط اللي بقدر ااخد عليها المومنت واوجد منها الفورس باعتقد انها اسهل طريقة تستخدمها في المثل معادلة واحدة بس حدد ثلاث نقاط لتحدد لك الآخر الآن لو لاحظت بهذا السؤال هنا اعتقد انبيني صح يعني انا مشان اوجد الفورس هذي اللي موجود عندي هنا اسهل وسيلي انه ااخذ المومنت عند هذا النقطة ليش اخذت عندي هذا النقطة بالاضافة هذي بتعمل معها كادي مومنت وحتى احدد هذي الفورس مش عندي FH FH الان بعد ايجاد الزاوية هيك بتتحلل مزبوط عندي FH على X وFH على Y لو اخذت المومنت بعد ما اوجدت GY لو اخذت المومنت عند هذه النقطة مش بقدر اوجد الفورس اللي هنا لانه الباك كله بعمل معها صفر طبعا ما عاد باستثناء هذه وباستثناء هذه النقطة الفورس والفورس واضح شو اللي بحكي للجميع فاذا انا عن طريق معادلة وحدي طبقت ها مرة عند هذه النقطة والمرة الثانية عند هذه النقطة استنتجد هذه القيمة بظل عندي قيمة ثالثة هايها الفورس اللي هنا في عندي فورس هنا ايضا ايضا هذي الفورس بتحلل مش بامكاني ايضا اخذ المومنت على الغال بس بجوز هوان لو نظرت الها لو تاخذ المومنت على الغال اعف اعملها في ال نقلناها هنا عند قانون المزبوط نقلنا الفورس لان لو نقلت الفورس هنا واخذنا المومنت على الغال الآن عن هاي بتعمل مع المومنت بس هذه الفورس صح والباقي بيعمل معها مومنت بس الباقي كله موجود من السهل انك بعمل يتضرب يعني الفورس في الموضوع فبظل عندي هذا المجهول عن طريق المومنت بقدر اوجدها او اذا بتدخش باتجاه اكس بتجيبها او باتجاه ي في النهاية كل راح تستخدم ثلاث معادلات ثلاث معادلات لك الخيار لو جينا لهذا المثال راح اترك لكم خيار اعتقد عملية القطع مبينة من وين رايد الان بديها بس في 2 ممبر طب لما اقطع هون راح اترك لكم الحل الخطوة الولى بايش بتبلش فيها بعد ميظهر عنا السكشن طبعا عندي انا هون ايش اي جهة بدك اياها بتفضل تستخدمها مزبوط بتستخدم هذه القطعة رايد اذا في عندي فورس هون وفي عنا فورس هون المطلوب هذي الفورس واحدي هون واحدي هون رايد شو تقدر تستخدم لو اخذت المومنت عندي مش بتوجد هذه الفورس صح نعم لو اخذنا المومنت عن سي بنوجد هذه الفورس بس للاسف مش مطلوبة مني هي بتوجدها صحيح بس مش مطلوبة مني المطلوب مني هذول الثنتين اللي هون فلو اخذت المومنت عندي هذه النقطة بعد عملية القطع بتوجد هذه الفورس وبعتقد بعدها بتقدرش تخص ماشي باتجاه الاكس بتقدر بتقدرش لانه عندي هذه مجهولة اللي اذا بتستخدم ها مرة ثانية او بتوجد ها بتاخذ المومنت عن سي بتوجد هذا النقطة او بقدر اخذ مومنت ثانية عن نقطة ثانية مشان توجد للفورس هذه هذا الفورس لما بدأ حللها مزبوط بقدر ان اخذها عندي بظل عنا مشكلة برضو صح اللي هي هذة الفورس برضو بتعمل مومنت بعرفش انا بديكم انت تفكروا فيها بقدر اشوف ثانية في احتمال انه هذه مثلا تبعها بيعمل على مين بقدرش اخذ المومنت في هالحال مرة ثانية عندي بعد ما احلل هذه مزبوط هاي معادلتين في المومنت المرة الاولى بدون هذه الفورس والمرة الثانية بعد ما حللتها الكمبوننت جربوها بالطريقتين وشوفوا شو الجواب جربوها بعد ايجاد هذه الفورس قيمتها وجربوها بدون ايجاد الفورس اشتركوا في القناة